السلام عليكم أحبتي الكرام أرحب بكم وألتقيكم في محاضرة جديدة من مادة الميديكال أمبريولوجي نتحدث فيها عن أحداث الأسبوع الثاني من الكونسبشن والتي تتلخص بتكوين البيلامينار جيرل ديسك واكتمال عملية الإمبلانتيشن خليكم مياه المحاضرة مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي في هذه المحاضرة نتحدث عن سلسلة الأحداث التي تحصل للجنين في الأسبوع الثاني من الامبريونيك دبلوبمنت في هذا الأسبوع أخواني راح تتكون ما يسمى بالبيلامينار جيرل ديسك أو القرص الجنيني ثنائي الطبقة وبنهاية هذا الأسبوع سيكون البلاستوسيست توتالي إمبلانتد وذين ذي ترين دومتريوم راح تحدث عملية الإمبلانتيشن طبعا نحن في كل محاضرة بالإمبريولوجي لازم نرجع إلى البداية نرجع إلى بداية نشأة الإمبريو عندنا هنا أنه سبيرم ستسوي فرتليزيشن للأووسايت بالتالي تتكون عندنا زايغوت وهذه زايغوت تمر بعدة إنقسامات في طريقها بالأوبيديكت باتجاه اليوترس فتتحول إلى موريولا والموريولا هي كليستروف سيلز بالتالي هاي الموريولا راح تتحول إلى بلاستوسيست ومن ثم البلاستوسيست يصير لها الإمبلانتيشن اللي راح نتحدث عليه بهذه المحاضرة لاحظوا أخواني الصورة اللي أمانكم هي من الأسبوع الأول من الـ Development هاي دي شوفوها Day 6 احنا أخواني بالـ Day 6 احنا قلنا إنه الموريولا راح يصير بيها كافيتي وهذا الكافيتي سميناه Plastocyst Cavity وطبقة الخلايا اللي يتحيط هذا الكافيتي هي Outer Cell Mass والي هي هذه الطبقة باللون الأخضر الفاتح شوفوها حضراتكم هذا Outer Cell Mass واللي هي بـ Further Development راح تنطيني التروفو بلاست أما طبقة الخلايا الزرقاء الصغيرة فهي هذه أسميها l-Inner Cell Mass وال-Inner Cell Mass يا أخواني مستقبلا هي اللي راح تطيني الجسم الحقيقي للجنين أو الجسم الجنيني فأسميها l-Embryoplast طيب بنهاية Day 6 تشوفو هنا بالصورة اللي تحمل تسلسل C تشوفو أنه التروفو بلاست خلايا التروفو بلاست أو Outer Cell Mass بدأت بمد بروزات داخل ال-Endometrium wall هذا ال-Endometrium أخواني هذا ال-Ebithelial ما ال-Euterine Epithelial اللي هو ال-Endometrium فبدأت التروفو بلاست هنا بمد خلايا مد جذور كاستعداد أو بداية لعملية ال-Implantation هذا كله في Day 6 أخواني بعد ما خلصنا من Day 6 نبدأ بالسبوع الثاني أو Second Week فنبدأ Day 8 هنا بالبداية راح تصير عندنا سلسلة من الأحداث بهذا اليوم نهمة جدا حقيقة الحدث الأول والأهم أخواني أنه يبدأ هذا البلاستوسيست بالانغراس أكثر بداخل ال-Endometrium تشوفون أخواني هذا هنا باللون الأبيض هذا ال-Endometrium wall هذا ال-Ebithelial of Endometrium هذا هو البلاستوسيست كله هذا البلاستوسيست راح يبدأ بالانغراس بداخل ال-Endometrium في اليوم الثامن من ال-Conception طيب شنو اللي راح يصير هني عندي طبقتين طبقة اسمها التروفو بلاست اللي هي كانت اسمها Outer Cell Mass وطبقة داخلية اسمها ال-Inner Cell Mass هسه صارت عندي اسمها ال-Embryo بلاست طيب اللي يصير بهذا اليوم أخواني انه طبقة التروفو بلاست راح تتكشف إلى True Layers طبقتين هذي اللي يشوفوها قدامكم باللون الأخضر الطبقة الملاصقة لل-Endometrium wall اسمها السنسيشيو تروفو بلاست والسنسيشيو تعني انه مدمج هي كتلة من الخلايا الحقيقة اللي يصير بـ السنسيشيو تروفو بلاست أخواني انه مجموعة الخلايا اللي تكون هاي الطبقة راح تفقد الغشاء الخارجي إلها أو الغشاء الخلوي وتصبح كتلة سايتو بلازمية مثل ما نشوفوها واضح قدامكم بالصورة تصبح كتلة سايتو بلازمية تحتوي على مجموعة أنوية فهي مالتي نيوكلييتد سنسيشيو تروفو بلاستيك طيب الطبقة اللي تحتها مباشرة اللي تكون ملاصقة لل-Embryo Blast وبنفس الوقت lining لل-Blastocystic Cavity هاي الطبقة اسميها سايتو تروفو بلاست سايتو تروفو بلاست واللي هي باللون الأخضر الفاتح أمامكم سايتو تروفو بلاست أخواني هذه تتكون من مجموعة من الخلايا مونونيوكلييتد طبيعية عملية الانقسام تحدث بها بصورة مستقرة وطبيعية على العكس تماما من السنسيشيو تروفو بلاست التي تعلوها طيب بهذه المرحلة أخواني احنا نعرف أنه بلاستوسيست بهذه المرحلة مرحلة الانغراس وما بعد الانغراس هي تمر بعملية تضاعف مستمر حتى تزيد العدد الكلية للخلايا للجنين طيب إذا السنسيشيو تروفو بلاست وهي كتلة من السايتو بلاست وبيها مجموعة أنونية هل يحدث بها ميتو تكتفجن الجواب لا طيب كيف تتكاثر وتكبر الجواب إنه طبقة السايتو تروفو بلاست اللي هي مباشرة تحتها تكون طبقة السايتو تروفو بلاست تمارس عملية الميتو تك ديفيجن بشكل طبيعي فالخلايا من السايتو تروفو بلاست يصر لها ميغريشن إلى منطقة السنسيشيو تروفو بلاست فتلتصق بالسنسيشيو تروفو بلاست وتفقد الغشاء الخارجي إله وتصبح جزء منها إذن من الممول للسنسيشيو تروفو بلاست هو السايتو تروفو بلاست هو الذي يمولها بالخلايا هذا على صعيد الأب إمبريونيك بول على صعيد الإمبريونيك بول نرجع جوه عدنا شنو عدنا طبقة الإمبريو بلاست الإمبريو بلاست أيضاً راح يتعاني من ديفرنشييشن معين وتتحول إلى two layers تتحول أيضاً إلى طبقتين طبقة اللي تشوفوها حضراتكم باللون الأزرق تتكون من خلايا طويلة عمودية الشكل اسمها الإبيبلاست الإبيبلاست وهذه طبقة الإبيبلاست أخواني مهمة جداً فهي الأصل التكويني للترايلامينر جيرم ديسك الطبقات الجرثومية الثلاثة الذي تنشئ منها كل أعضاء وأجزاء جسم الجنين أما الطبقة اللي تحتها مباشرة فهذه الطبقة تتكون من خلايا مكعبية صغيرة الحجم اسمها الهايبوبلاست والهايبوبلاست يا أخواني هي طبقة تحيط البلاستوسيست كافتي إذن هسا عدنا الإمبريوبلاست صار بطبقتين الطبقة التي تحيط البلاستوسيست كافتي راح أسميها الهايبوبلاست واللي هي أمامكم باللون الأصفر والطبقة اللي هي تكون إلى الأعلى فهي الإيبوبلاست وتتكون من خلايا قلنا عمودية الشكل طيب هي من اسمها إيبوبلاست إبي يعني فوقي وهايبو يعني تحتي فالهايبوبلاست والإيبوبلاست هذا على صعيد الإمبريونيك بول شيء ثالث يحدث عندي في هذا اليوم هو تجويف صغير يحدث في منتصف منطقة الإيبوبلاست في منتصف منطقة الإيبوبلاست هذا التجويف أخواني أسميه الأمنيوتك كافتي الأمنيوتك كافتي في منتصف الإيبوبلاست طيب بالنسبة للإندومتريوم وال الإندومتريوم شنو اللي يصير الهبي هذا اليوم في منطقة الإمبلانتيشن بالسايت أوف إمبلانتيشن منطقة التقاء البلاستوسيس مع الإندومتريوم هذه المنطقة راح تكون أودميتوس وتكون باسكولر وتفرز كميات عالية من الجلايكوجين والميونكس هذا أخواني كل ما يخص الإمبريو باليوم الثامن هنا صورة حقيقية نسيجية شوفكم هنا هذي سنسيشوتروفو بلاست شون تطلع صورتها تحت المجهر وهذه سايتو تروفو بلاست دتشوفون الفرق أنه سايتو تروفو بلاست شلون خلايا منتظمة والسنسيشوتروفو بلاست هي مجرد كتلة سايتو بلاستمية بيها مجموعة من الأنوية أما هنا دتشوفون بالإمبريونيك بول دتشوفون الإيبي بلاست شلون هو خلايا كوليومينار سل والهايبوبلاست إلى الأسفل منه تحيط البلاستوسيست كافتي طيب اللي يحدث أخواني باليوم التاسع من الكونسبشن أنه البلاستوسيست راح تبدأ بالانغراس أكثر بداخل الإندومتريوم تبدأ تندفع إلى داخل الإندومتريوم يوكوزة والفتحة التي تتركها أثناء دخولها أثناء دخول البلاستوسيست إلى الإندومتريوم يبدأ الإندومتريوم بتكوين طبقة الفايبرينكو أجولام ليغطي هذه الفتحة ويغلقها بالنسبة للتروفو بلاست أخواني يبدأ بزيادة بالحجم يصير به يكبر نسبيا وتتكون بمجموعة فاكيولز هذه الفاكيولز أخواني تبدأ بالالتصاق مع بعضها مكونة لارج لاكيوني ولذلك هذه المرحلة تسمى باللاكيونر ستيج نتيجة لهذه اللاكيوني التي تتركها السنسيشيو تروفو بلاست على سطحها طيب طبقة أخرى من الخلايا راح تبرزلي بهذا اليوم هي خلايا مسطحة تبدأ على طول الإنر سيرفس أو في السايتو تروفو بلاست على طول الغشاء المغطي للبلاستوسيست كافتي هذه الخلايا أخواني أو هذا الغشاء اللي يتكون يعتقد أنه منشئة من الهايبوبلاست هذا أخواني الغشاء اللي هو ده شوفوه قدامكم باللون الأصفر أسمي الإكزوكوليوميك ممبرين عندما يتكون هذا الغشاء أخواني وهو بالمنطقة التي تحيط بالبلاستوسيست كافتي أو البلاستوسيست كافتي من يتكون الإكزوكوليوميك ممبرين راح يتحول البلاستوسيست كافتي يتحول اسمه إلى إكزوكوليوميك كافتي راح أبدأ أسمي إكزوكوليوميك كافتي أو بريميتف يولكسك بريميتف يولكسك بعد بهذه المرحلة بعد ما أسمي بلاستوسيست كافتي راح أسمي إكزوكوليوميك كافتي أو أسمي البرميتف يولكسك البرميتف يولكسك طيب إخواني هذا كل ما يحدث باليوم التاسع حس عرفنا شنو اللي يحدث باليوم الثامن وعرفنا شنو اللي يحدث باليوم التاسع كبداية للأسبوع الثاني نرجع نعيدهن على عجالة إخواني قلنا بي اليوم الثامن راح يبدأ تروفو بلاست بأنه يتكون بطبقتين واحدة اسمها السنسيشيو تروفو بلاست اللي هي قدامكم بالأخضر الداكن واللي هي قلنا كتلة سايتو بلاسمية بيها أنوية ما بيها سيل ممبرين وطباقة تحت الأسفل منها تحت هم باشرتين اسمها السايتو تروفو بلاست السايتو تروفو بلاست مجموعة خلايا مونيون ونوكلر منتظمة بعملية السل ربليكيشن مالتها أو الميتوتيك ديفيجن وتكون إلى الأسفل من السنسيشيو تروفو بلاست وأيضا هي لاينين للإمبريو بلاست طيب طبقة الإمبريو بلاست شن اللي راح يصير بيها؟ أيضا راح يصير الهدفرانشييشن إلى تولاييرز اللي تشوفوها قدامكم باللون الأزرق اللي هي كليومينار سيلز اسمها الإبيبلاست واللي تحتها مباشرة باللون الأصفر هي الهايبوبلاست طيب راح أيضا يتكون باليوم الثامن سمول كافتي اسمه الأمنيوتيك كافتي بالسنتر مال الإبيبلاست هذا كل شيء باليوم الثامن طيب باليوم التاسع قلنا شنو اللي راح يصير؟ البلاستوسيست راح تنغمس أكثر أو تندفع أكثر بداخل الإندومتريام هذا واحد الاندومتريام راح تبني فيبرين كواجولم حتى تسد الشقة اللي دخلت مني البلاستوسيست إضافة إلى ذلك قلنا التروفو بلاست اللي هي سايتو تروفو بلاست و سنسيشيو تروفو بلاست اثنينات هم راح يبدون يكبرون بالحجم منطقة السنسيشيو تروفو بلاست راح تبدو تصير بيها فاكيولز هاللي تشوفوها قدامكم وهالفاكيولز هاي راح ترتبط مع بعض هاي صيروها فيوجين وتسوي لي لارج لكيوني لذلك هذي الفترة من التطور سميناها اللاكيونير ستيج نجيكم بالامتحان فترة اللاكيونير ستيج تقولوا له هذي الفترة اللي تكونت بيها اللاكيوني بالسنسيشيو تروفو بلاست البلد فيزلز او الكابل الاريز اللي يتكون بالإندوميتريوم ايضا راح يصير بيها انلارجمنت راح تتهيئ الى مرحلة جديدة راح تبدي عدنا بي اليوم الـ 11 و الـ 12 ايضا طبقة من الخلايا جديدة راح تظهر لي مثل مواقف تلكم سميتها الإكزوكوليوميك ممبرين هذا الإكزوكوليوميك ممبرين راح يمتد عندي ويه السطح السفلي او الداخلي من السايتوتروفو بلاست بهذه المنطقة وراح يحول لي اسم البلاستوسيست كافتي الى إكزوكوليوميك كافتي او البرميتب يولك ساك هذا اللي حد الان ما يحدث بي اليوم الثامن والتاسع من الكونسيشيو او من الامبريونيك ديفلوبين نجي نتحول يا أخواني الأحباء الى يوم 11 طبعا أخواني اللي يحدث باليوم العاشر هو ديفلوبمنت اللي ما حدث باليوم التاسع وما سيحدث باليوم 11 و 12 يعني ما بي أحداث تذكر أما باليوم 11 يوم الهدعش راح تبدأ الأحداث الجالية نقدر نشوفها ونميزها عن اليوم التاسع شون اللي يصير باليوم الهدعش أخواني أولا البلاستوسيست راح تبدي بالانغراس بعد أكثر وراح تبدأ الاندوميتريوم بعملية سد الشق بشكل أكبر سد الشق اللي تركته البلاستوسيست أثناء دخولها الاندوميتريوم هذا من جانب من جانب ثاني السنسيشيو تروفو بلاست أخواني طبقة السنسيشيو تروفو بلاست هذي راح تبدأ تكون بروتروشن بداخل الاندوميتريوم اللومن راح تبدي تسوي هاي البروزات وتدخل أكثر تتعمق بداخل الاندوميتريوم فتبدأ تروح على أماكن اللي بيها كابلاريز تبدي تسوي لها انجولفمنت كأنه تسوي انجولفمنت إرود تبدأ تنحد داير ما داير تسوي تآكل لمادة الاندوثيليا الممبران اللي تحيط الكابلاريز بالاندوميتريوم هالحالة الكابلاريز راح تتحول إلى سانسويد ويصير بيها دايلاتيشن فتستمر التروفو بلاست بعملية الانفاجن وتستمر بعملية الإرود للسينسويد طيب احنا قلنا سانسيشيو تروفو بلاست باليوم التاسع تكونت بيها large lacuny هاي اللاكيوني أخواني تبدأ أثناء ما السايد سانسيشيو تروفو بلاست أثناء ما هي تجتاح الاندوميتريوم هاي اللاكيوني تبدأ بالتلاصق والتماس مع السينسويد من تلتصق السينسويد باللاكيوني اللي موجودة بالتروفو بلاست راح يبدأ البلد بالدخول إلى داخل اللاكيوني راح يبدأ يدخل البلد ما للأم إلى اللاكيوني سيستمر أكثر التروفو بلاست بعملية الإرود للسينسويد دم الأم راح يبدأ بالدخول إلى منطقة التروفو بلاست وهو أول ارتباط دموي بين الإندومتريوم وبين البلاستوس أو بين الجنين وهذا ما يطلق علي باليوتيرو بلاسنتل سيركوليشن مهم جدا هذا ركزولي علي باليوم ال 11 من الدفلوبمنت يوتيرو بلاسنتل سيركوليشن أول دخول للدم لداخل الإمبريو طيب بنفس الوقت راح تبدأ تظهر عندي مجموعة من الخلايا تسوي لي نسيج جديد هذا النسيج راح يكون ما بين السايتوتروفوبلاست وما بين الإكزوكوليوميك كافتي أو الإكزوكوليوميك منبرين اللي هو يغلف الإكزوكوليوميك كافتي هذا النسيج جديد أخواني يبدأ يستمار على طول الغشاء الداخلي للسايتوتروفوبلاست هذا أخواني النسيج هو طبعاً كونكتف تشو منشأة من اليوك ساكسلس هذا أخواني يسمي الإكزوكوليوميك ميزودرم إحنا طبعاً عندنا ميزودرم راح يتكون بالأسبوع الثالث من الإبيبلاست هذا يسمون الإمبريونيك ميزودرم وذلك خاص بالجنين هذا إكزوكوليوميك ميزودرم يعني هذا ميزودرم ولكنه ليست للإمبريو هذا خاص بالمشيما والإندومتريا يعني خارج الإمبريو ليست نفس الميزودرم الذي سيتكون بالأسبوع الثالث من الإبيبلاست بداخل هذا الإكزوكوليوميك ميزودرم أيضاً راح يتكون لكافتي وهذا الكافتي أيضاً راح يشق الميزودرم أو الإكزوكوليوميك ميزودرم يشق إلى شقين ويستمر هذا الكافتي يغطي البرميتف يوكساك ويغطي أيضاً الأمنيوتك كافتي من كل الجهات ما عدا منطقة صغيرة لا يدخل من خلالها هذا الكافتي وهي منطقة الكوننكتينك ستارك المنطقة التي تربط الجيرم ديسك بمنطقة التروفوبلاست المنطقة التي تربط الجيرم ديسك اللي هو الإبيبلاست والهايبوبلاست بمنطقة التروفوبلاست فقط هذه تبقى كوننكتف تشو خالي ما بيها الكافتي ولكن باقي المنطقة اللي هي البرميتف يوكساك والأمنيوتك كافتي تغطى بهذا الكافتي هذا الكافتي أخواني اسمه الاكسرا امبريونيك كافتي اكسرا امبريونيك كافتي طبعاً احنا قلنا انه هذا الكافتي شق لي الاكسرا امبريونيك ميزوديرم الى شقه الشق الملاصق ل السايتوتروفوبلاست اسمي اكسرا امبريونيك سوماتيك ميزوديرم اكسرا امبريونيك سوماتيك ميزوديرم هذا جسمي سوماتيك اكسرا امبريونيك سوماتيك ميزوديرم أما الشاق اللي يكون ملاصق للبرميتف يوكساك فهذا أسمي إكسترا إمبريونيك سبلانتينيك ميزودرم أي حشو سبلانتينيك حشو فراح يصير عندنا إكسترا إمبريونيك ميزودرم حشوي وإكسترا إمبريونيك ميزودرم جسمي يربط بيناتهم الإكسترا إمبريونيك كافتي نحن نلاحظ طبعا لحد هذا اليوم نشوف النسبة والتناسب بالغروث ما بين التروفو بلاست نشوف التروفو بلاست كيف صار حجمها كلش كبير مقارنة بالإمبريو بلاست أو الجرم لاير أو الجرم ديسك كلش صغير بالحجم لحد الآن لحد يوم 12 هو يكون 0.1 إلى 0.2 مليميتر انديميتر طيب استجابة لهذه التغيرات اللي قاعد تحدث بالإندوميتريوم الإندوميتريوم راح يصير بيها تفاعلات معينة أسميها الديستواري اكشن الديستواري اكشن اللي تصير بي الإندوميتريوم شون اللي يصير بيها أخواني؟ يكون الإندوميتريوم بوليهايدرام ويكون محمل بالكلايكوجين واللبيد الفراغ ما بين خلايا الإندوميتريوم يكون فلدوذ إكشرافزيت والتشو يكون أوديميتس هذا مجمل ما يحدث إخواني باليوم 11 والثاني عشر هذه صورة من تحت المجهر تبين لكم التفاصيل اللي تحدث فتشوفون هنا شون الإبيبلاست واضح أكثر والهايبوبلاست تحت البرميتف يولكسك هذا شون هنا واضح والإكسترا إمبريونيك ميزو ديرم هذا هو شكله تحت المجهر بصورة حقيقية هذا فللي إمبلانتد يعني هذا باليوم 12 هي شي راح تكون صورته تحت المجهر بالمقطع النسيجي في اليوم الثالث عشر أخواني عادة ما يكون السيرفس دفكت اللي أحدثه البلاستوسيس أثناء الدخول مات إلى داخل الإندوميتريوم لازم يكون بهذا اليوم totally healed ومثل ما نشوفه بالصورة قدامنا أنه هو فعلا totally healed طيب تشوفون أخواني عملية البلاد فلو اللي قاعدة تصير بداخل التروفو بلاست شلون تزيد ديكتر باليوم الثالث عشر هذا طبعا بعملية اليوتروبلاستنتل اللي حتشينا عليها باليوم الثاني عشر هنا راح تزيد العملية راح يكثر البلاد فلو واندفاع البلاد إلى داخل التروفو بلاست أحيانا بهذا اليوم راح يسبب لي بليدينغ نتيجة لزيادة البلاد فلو بهذه المنطقة وهذا البليدينغ أخواني لأنه يصير باليوم الثالث عشر من الكونسيبشن فهو ما يساوي اليوم الثامن والعشرين من المنسترال ساكل من النورمال المنسترال ساكل بالتالي راح يصير كونفيوز عند الفيميل البرغنان فيما إذا هذا البلاد هو منسترال ساكل لو هو من عملية الإمبلانتيشن أغلب النساء راح تحس بإنه هو منسترال ساكل والتالي راح يصير عندها inaccuracy بعملية حساب الـ expecting delivery dates هاي لازم ننتبه لها النور فيما يخص التروفو بلاست أخواني في هذا اليوم السايتو تروفو بلاست راح تبدي يصير بيها proliferation في مناطق معينة راح تسوي لي فد بروزات عمودية الشكل هذه البروزات راح تخترق السنسيشيو تروفو بلاست مكونة في شيء أسميه الـ primary villi وهاي الـ primary villi أخواني وبعدين بالـ development راح تصير secondary villi والنوب راح تكون tertiary villi ومن ثم definitive placental villi هاي لها دور مهم بعملية تكوين البلاستي من ناحية ثانية الـ hypoplast أخواني بهذا اليوم أيضا راح تسوي لي مجموعة من الخلايا جدد طبعا هذي الخلايا راح يصير لهم migration على طول الممبران المغطي للـ primitive yorksack راح تسوي لي new cavity هاذا أسمي secondary yorksack أو definitive yorksack وهذا راح يكون حجمة أصغر بكثير من حجمة الـ primitive yorksack اللي هو الإكزوكوليوميك كافتي أثناء تكوين السكندري yorksack أخواني جزء كبير من الـ primitive yorksack راح ينفصل ويكون كيس صغير بداخل الإكزوكوليوميك كافتي اسمه الإكزوكوليوميك سيز بهذا الأثناء الإكزوكوليوميك كافتي راح يتوسع ويزيد بالحجم ويكبر ويتحول اسمه إلى الكوريوميك كافتي الكوريوميك كافتي طيب الإكزوكوليوميك سوماتيك ميزودرم اللي هو يغطي الإكزوكوليوميك كافتي من ناحية السايتو تروفو بلاست من صار الإكزوكوليوميك كافتي اسمه كوريوميك كافتي هنا هذا الـ wall أو هذا الميزودرم راح أسمي الكوريوميك بلايت إذن الإكزوكوليوميك سوماتيك ميزودرم راح يتحول اسمه إلى كوريوميك بلايت تبقى من هذا الإكزوكوليوميك ميزودرم المكان الوحيد الذي يخترق الكوريوميك كافتي مروراً بالجرم لاير أو الجرم ديسك هي منطقة اسمها الكونيكتينج ستالك وهذا الكونيكتينج ستالك بالفردر ديبلوبمنت راح يتسويلي الأمبلكال كورت هذه صورة هنا مقطع نسيجي طبعاً لإمبريو بداي ثرتين تشوفون إنه شون يتكون هنا هذا الـ yorksack هذا الـ yorksack هنا شون كان أصغر من ذاك الـ yorksack اللي كان أكبر بالصور السابقة اللي شفنا هذا الكوريوميك كافتي شوفوا شون تصار كليش حجمة أكبر من السابق وهذا هنانا الـ epiplast تشوفوها شون خلايا عمودية الشكل هذا الـ amniotic كافتي اللي يكون بداخل الـ epiplast اللي تكون الـ epiplast محيطة بي وهذه الـ primitive lie اللي تطلع من الـ cytotrophoblast طيب أخواني هنا نتحدث عن بعض الـ clinical correlates اللي تتعلق بالـ abnormal implantation نحن نعرف أخواني نورمالي أنه الـ plastocyst يصير لها implantation على إما الـ interior أو الـ posterior wall of the uterus طيب ببعض الحالات اللي هي abnormal يكون الـ implantation للـ plastocyst في منطقة الـ internal holes اللي هي منطقة الـ opening of the cervix بمنطقة الـ opening of the cervix إذا صار الـ implantation هنا شو اللي راح يصير أخواني إنه باستمرار الـ development راح الـ placenta تغلق تماماً هذه الـ opening وبالتالي راح يتسوي severe bleeding وهذا severe bleeding يستمر من النصف الثاني من الـ pregnancy وحتى الولادة وقد يودي بحياة الأم إلى الموت طيب ببعض الأحيان لا الـ implantation راح يكون extra uterine أو ectopic pregnancy extra uterine pregnancy أو ectopic بهالحالة وين ممكن أن يكون؟ ممكن يكون بالـ abdominal cavity يعني الـ plastocyst راح تطلع عن مسارها الحقيقي تطلع إلى الـ abdominal cavity مثل ما نشوفه هنا بصورة وتلتصق بالـ brittonial wall أو لا قد تكون الـ implantation على الـ ovary نفسه على سطح الـ ovary تبدأ تلتصق وتسوي implantation بعض الأحيان تكون الـ plastocyst تلصق نفسها وتبدأ بعملية الـ implantation بالـ uterine tube وأكثر الحالات الاكتopic pregnancies اللي تصير بالـ uterine tube تصير بمنطقة الأمبلة الأمبلary region of the uterine tube بعض الحالات تكون بالـ midi tube وبعض الحالات تكون بالـ interstitial region اللي هي narrow region of the uterine tube طبعا في أغلب الحالات اللي تصير ectopic pregnancy يعني extra uterine pregnancy من يصير implantation للـ plastocyst خارج الـ uterus الـ embryo سيقوم بالـ الثاني الثاني يعني اذا كان الاكتopic pregnancy بالـ uterine tube ماذا سيحدث؟ خلال الثاني 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 سيكبر بالحجم الـ amniotic cavity سيكبر الـ yorksac سيكبر بالتالي سيبدأ يسوي رابتشر الـ يسوي رابتشر هذا هو الـ uterine tube وهذا هنا 2nd month امبريو سيكبر رابتشر بـ uterine tube membrane أو الـ yorksac يدفع ويسوي رابتشر على مدى يطلع بعض الحالات يسوي ويسوي على الـ pregnant women إذا كان اخواني الاكتوبic pregnancy بمنطقة الـ abdominal cavity يأتي الـ blastocyst ويلصق نفسه بمنطقة الـ recto uterine cavity وهي المنطقة التي تكون ما بين الـ rectum وما بين الـ uterus اللي يسمونها بوتش أوف دوغلوس ثم يبدأ يلصق نفسه ويسوي عملية الـ implantation مثل ما ترون بالصورة قدامكم أنه هذا هو الـ uterus هذا الـ rectum يأتي هنا أنه يصير بمنطقة البوتش أوف دوغلوس يجي يلصق نفسه ويسوي الـ implantation هذي أكثر الـ abnormal teeth أو defects اللي ممكن أن تصير بعملية الـ implantation اختصر لكم إياها بهذه الحالات هسه احنا خلصنا تقريبا أغلب الـ events اللي ممكن أنه تحدث بالسبوع الثاني من الحمل فنيجي نسوي review بسيطة نراجع بها شنو اللي أخذنا وشنو اللي تعرفنا عليه وشنه هي sequence of events اللي تحدث بهذا الأسبوع حتشينا أنه في بداية اليوم الثامن راح يبدأ البلاستوسيست بالإنغراس بداخل الـ endometrium قلنا أنه الـ outer cell mass اللي هو التروفو بلاست راح يبدأ بالـ differentiation ويتحول إلى 2 layers هالـ 2 layers الأبر اللي هي ملاصقة للـ endometrium اسمه السنسيشيو تروفو بلاست وعرفنا أنه هذا السنسيشيو تروفو بلاست هو مجموعة من الخلايا اجتمعت وفقدت إشاءها الخلوي فصارت كتلة من السايتو بلاسم بمجموعة أنوية الطابقة اللي تحتها مباشرة اسمها السايتو تروفو بلاست السايتو تروفو بلاست قلنا مجموعة من الخلايا المنتظمة القادرة على عملية التضاعف بصورة طبيعية طيب بالنسبة للـ المباشرة أيضا يخضع إلى ويتحول إلى 2 layers وحدة بالجانب الأعلى اسمها الـ epiplast تتكون من خلايا عمودية طويلة والطبقة الأسفل منها اسمها الـ hypoplast تتكون من خلايا مكعبية صغيرة قلنا أيضا بيوم الثامن راح يتكون عندي تجويف صغير يكون في الـ center of the epiplast اسمه الـ amniotic cavity باليوم التاسع أخواني شنو اللي راح يصير قلنا في اليوم التاسع راح الـ defect اللي يصير بالـ surface of the endometrial membrane راح تبدل الـ endometrium بتكوين fibrin coagulum على موضة تسد هذا الـ defect أو هذا الشغ اللي سوته البلاستوسيست أثناء انغراسه الـ endometrium أيضا بيها مجموعة كابلاريز راح تبدي هذي الكابلاريز بالـ enlargement وكنوع من التحفيز أو التحفز لدخول البلاستوسيست إلى داخله منطقة السنسيشوتروفو بلاست أخواني شنو اللي راح يصير بيها راح يصير بيها مجموعة من الفاكولز أولا هي تكبر بالحجم وراح يكون بيها مجموعة من الفاكولز هذي الفاكولز راح تبدي تلتصق مع بعضها وتكون لي large لكني طيب في منطقة الـ أيضا مجموعة من الخلايا جديدة راح تنشئ لي هذي الخلايا راح تمتد على طول الـ وتغطي لي الـ هذه الخلايا راح تسوي لي ممبرين اسمي الإكزوكوليومك ممبرين هذا الإكزوكوليومك ممبرين اللي راح يغطي لي البلاستوسيستيك كاويت compete راح يغير لي اسم البلاستوسيستيك كاويت إلى الـ أو أيضاً الأميناتك كاويت راح نشوفها انه يكبر بيه الحجم ويتدسع اليوم العاشر أخواني كل اللي يصير بيه هو عبارة عن development لما حدث باليوم التاسع وما بيفت شيء يذكر الشيء اللي يذكر والواضح ونقدر الميزة عن سابقاته هو راح يكون بيه اليوم الدعش والاثماش باليوم الدعش أخواني لازم يبدأ هذا الدفكت اللي موجود بالسيرفس مال الاندومتريوم يبدأ يبني أكثر فأكثر إلى أن يكون شبه من غلق تماما بالنسبة للسنسيشيو تروفو بلاست راح تبدأ بعملية الانفاجين بداخل الاندومتريوم وراح تقوم بغزو الكابل الاريز الموجودة بالاندومتريوم وتلتف حولها فبالتالي الكابل الاريز راح تتحسس وتستجيب لهذه السنسيشيو تروفو بلاست وبالتالي راح يصير بيها الديلاتيشن وتتحول الكابل الاريز إلى سينسويتس باستمرار عملية الانفاجين السنسيشيو تروفو بلاست اللاكيونار سبيس راح يكون على تماس والتصاق بالسينسويتس فبالتالي البلد اللي موجود بالسينسويتس راح يبدأ بالتدفق بداخل اللاكيونار سبيس بالتالي راح يبدأ أول عملية تواصل دموي بين الاندومتريوم والتروفو بلاست وهذا اسمي أخواني يوترو بلاسنتل سيركوليشن يوترو بلاسنتل سيركوليشن بنفس الوقت أحبابي راح تبدأ مجموعة من الخلايا بالظهور ما بين الإكزوكوليوميك منبراين وما بين الإنر سيرفس أوف دي سايتوتروفو بلاست هالخلايا مصدرها اليولكساك هذي الخلايا أخواني راح تسوي لي كونكتف تشو اسمه الإكسترا أمبريونيك ميزودرم الإكسترا أمبريونيك ميزودرم وقلنا أيضا ذكرنا أنه هذا الميزودرم يختلف عن الإمبريونيك ميزودرم اللي راح يتكون لي بالأسبوع الثالث طيب بداخل هذا الإكسترا أمبريونيك ميزودرم أيضا راح يظهر فت كافتي معين هذا الكافتي راح يبدأ بالاستمرار على طول المنطقة المحيطة بالبريميتوفيوكساك وأيضا بالأمنيوتك كافتي ما عدا منطقة صغيرة تربط الجرم ليار بالتروفو بلاست هذه المنطقة تبقى غير محاطة بهذا الكافتي أخواني هذا الكافتي أسميه الإكسترا أمبريونيك كافتي الإكسترا أمبريونيك كافتي هذا الكافتي أخواني راح يقسم لي الإكسترا أمبريونيك ميزودرم قنة إلى طبقتين فالطبقة اللي تكون إلى الداخل اللي تكون هي مغلفة للبرميتوفيوكساك راح أسميها سبلانشنك إكسترا أمبريونيك ميزودرم والطبقة اللي تكون ملاصقة للإنر سيرفس أوف سيتوتروفو بلاست راح أسميها سوماتيك إكسترا أمبريونيك ميزودرم طيب باليوم الثالث عشر أخواني الـ surface defect اللي صار أثناء عملية الـ implantation بالـ endometrium رح يكون totally healed نوهنا باليوم الثالث عشر إلى إمكانية حدوث bleeding وهذا bleeding قد يسوي confused للـ pregnant إنه ممكن تعتبره هو normal menstrual cycle وبالتالي إذا أرادت تحسب الـ prospective delivery date ممكن يصير عدها in accuracy بالحساب لأنه صار لها 13 يوم pregnant ومن نزل هذا الـ bleeding حسبته menstrual cycle لأنه صار باليوم الثلاث عشر والي هو صادف فعلا يوم 28 لـ menstrual cycle السبقة فممكن أنه يصير هذا المستيك بهذا اليوم الشيء الأهم أخواني اللي يصير بهذا اليوم إنه الـ cytotrophoblast رح تبدأ بالـ proliferation في مناطق معينة وهذا الـ proliferation رح يسوي لبروزات تمتد إلى داخل السنسيشيوتروفو بلاست هالبروزات هذه هي والسنسيشيوم اللي يحيط بيها أسميها الـ primitive villi وهالـ primitive villi أو الـ primary villi رح تتطور إلى secondary villi والtertary villi إلى أن تصل إلى definitive placental villi وهذه الهدور كبير في عملية بناء البلاسنتي من جانب ثاني أيضا مجموعة من الخلايا رح تنشئ من الـ hypoblast تمتد على طول الغشاء المبطن لـ primitive yorksac رح تكون لي secondary yorksac هذا secondary yorksac هو definitive yorksac واللي هو يكون أصغر بكثير من الـ primitive yorksac أثناء تكون الـ definitive yorksac الـ primitive yorksac جزء كبير من عنده رح ينفصل ويكون الإكزوكوليوميك سيست ويكون هذا الإكزوكوليوميك سيست بداخل الإكسرا أمبريونيك كيفتي الإكسرا أمبريونيك كيفتي أثناء هذه الأحداث رح يصير لـ dilatation ورح يتوسع به الحجم ويتحول إسمه إلى كوريونيك كيفتي رح يصير الإكسرا أمبريونيك كيفتي رح يتحول إلى الكوريونيك كيفتي طيب السوماتيك إكسرا أمبريونيك ميزو ديرم اللي قلنا هي تكون ملاصقة لـ inner surface of cytotrophoblast رح يتحول إسمها إلى كوريونيك بلايت رح يكون إسمها كوريونيك بلايت هذا كل شيء فيما يتعلق بالأسبوع الثاني من الـ development أيضا حتشينا أخواني عن الـ abnormal implantation اللي يحدث وقلنا قد يحدث الـ abnormal implantation بالـ internal odds اللي هي منطقة الـ opening جمال السيرفيكس وهذا قلنا مستقبلا رح يسوي bleeding وراح يسوي high risk على الـ pregnant ممكن قلنا يصير extra uterine pregnancy أو ectopic pregnancy وهذا ممكن قلنا أنه يصير بالـ uterine tube بأكثر من منطقة من الـ uterine tube قلنا ممكن أنه يصير على الأوفري وممكن أنه يكون بالـ abdominal cavity إذا صار بالـ abdominal cavity عادة ما يكون بمنطقة البوتش أوف ديغلوس واللي هي منطقة الـ recto uterine cavity مثل ما نشوفوا قدامكم بالصورة هذا كل شيء بمحاضرة اليوم وأشكركم جزيلا شكر على حسن الاستماع والمتابع وعلى أمل أن ألتقيكم بالمحاضرة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة